المشكلة هي حالة عدم الرضا بتجيني عن الموقف اللي أنا فيه توتر طب حلاه إزاي؟ لازم أزيل حالة عدم الرضا والتوتر دي أزيل العائق اللي بيخليني مخنوق لإني مش عارف حقه هدفي أو الحاجة اللي مش متوقعة دي مستمرة أهم حاجة متبقاش سلبي في التعامل مع مشكلتك متهربش لإن الهروب ما بيحلش حد يقول طب ما أنا مش بهرب ده أنا بسيبها تبرد يعني بسيب المشكلة شوية علشان ما تناقشش وهي سخنة آه بس وإنت بتسيبها تبرد تقول إن أنا مش عايزة تكلم وأنا متداق يعني ما تسيبش اللي قدامك كده إيه حاسس إنه بيخبط دماغه في الحيطة لأ قل له تعال نأجل الكلام لغاية ما نهدى شوية يبقى هنا بتعلن عن نيتك النية دي مهمة جدا على فكرة فكرة النية دي لما بتوصل نيتك الصدقة للشريك والالطرف اللي قدامك بيفرق كتير جدا إنه يحس إن نيتك صدقة في الحل وفي الحفاظ عليه لما أأجل مهربش أعلن إن أنا بأجل للحظة هدوء أو للحظة ما كونش فيها منفعل ولا منع أثناء التأجيل تعمل تصرفات حلوة تصرفات الحلوة دي بتأسر اللي قدامك وبتمهد للحلول كلنا عندنا أسلوب التجربة والخطأ وإيه اللي هنتعلم إزاي هيبقى عندنا خبرات إزاي المهم إني أكون عارف إن الوضع الأمثل اللي أنا عايز أوصله يكون عادل ومنصف لكل أطراف المشكلة يعني ما حلش المشكلة على حساب حد ساعة أختار حده ويبقى هو اللي يشيل المشكلة وحل المشكلة على حسابه توقع لو شيلت المشكلة لحد وحلتها على حساب حد هتظهر مشكلة جديدة عاجلة لكن لازم أعرف إن الاتجاه الصحيح هو بداية الحل الصحيح طب بداية الحل الصحيح يحتاج إيه؟ يحتاج لمسئولية أطراف المشكلة يبقوا عارفين إن كلنا مسئولين وكلنا عندنا أهداف مشتركة من حل المشاكل عشان نحاصر الخسائر عشان ما نندمش على حاجة عشان ما نسيبش عمرنا يعدي ووقتنا يعدي وإحنا مشكلنا معلقة لازم في وقت مناسب أحل عشان أعرف أعيش حياتي مهربش ممكن أأجل بس أعلن في التأجيل إني بأأجل لحين اكتساب بعض الهدوء وتصرفات حلوة في النص تخلي الهدوء وتخلي الحل هو أحسن حاجة ممكنة